السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن مسألة تهم الكثير من الأسر والكثير من الأوساط الشبابية وهي أنه عادة في اقتراب فصل الصيف عند اقتراب هذا الموسم الناس يتقدمون للخطبة وللزواج وهناك من يريد التعارف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق الأنترنت وهنا تطرح الكثير من التساؤلات هل هذا الأمر محمود أم أنه مرفوض لهدف حلقتنا لهذا اليوم وهو اختيار شريك الحياة عن طريق الأنترنت الأنترنت هي شبكة عن كبوتي عالمية هذا اختراع علمي عظيم لكنه كبق دائما سلاح ذو حدين ممكن أن يساهم في البناء ويساهم في التعمير ويساهم في التثقيف وممكن أيضا أن يكون وسيلة لخلق النزاعات وخلق الفتن والأكاذيب وغيرها فالأنترنت ممكن أن يكونك وسيلة للتعارف بين الناس ممكن أن يكون وسيلة لحصول التوافق بينهم خصوصا أصحاب الأعمال أصحاب التجارة أصحاب الثقافات والمتعددات إلا أنه إذا دخل إلى الزواج واختيار شريك الحياة هنا يقع فيه الجدل فمن يتابع الإبحار عبر الأنترنت سيلاحظ بأنه في السنوات الأخيرة امتشرت هذه الظاهرة ظاهرة التزاوج والتعارف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من ينظر إلى هذا الفضاء الأزرق سيجد بأن هناك العشرات بل المئات إذ لم أقول الألاف ألاف من المواقع المتخصصة تهتم بالزواج وتجمع الراغبين مع الراغبات وكل موقع يصمم شكله بشكل يثير الإعجاب ويثير القبول هناك مواقع تعتمد على الفكرة الإسلامية النورانية هناك مواقع تعتمد على الفكرة الحرية والفردانية والليبرالية هناك من تعتمد على إثارات مختلفات كل حسب فكره وحسب توجهه لأن الناس أشكال وألوان الملاحظ بأن هذه المواقع حققت رواج كبير هناك شباب وفتيات يبحثون عن شريك العمر ويبحثون من خلال هذه الصفحات قديماً الطريقة التقليدية اللي كانوا يعتبرها الناس في الزواج في مجتمعاتنا هي الطريقة الخطبة كانت المرأة عند أسليب مختلفة باش تخطب من الناس كانوا الناس يعتبروا على طرق تقليدية بسيطة لكن البشر يتطور والحياة كلها تتطور وهذا أمر طبيعي إلا أن الزواج عبر الأنترنت دروحة ظاهرة لك تسمى ظاهرة المساكنة ما هي ظاهرة المساكنة؟ وهي أن الشاب يتعرف على الشابة وكيبقوا مدة طويلة يتكلم بعضهم مع بعض وكيبقوا دائماً المحادثات وغيرها وحتى أنهما يعيشان علاقة شبه زوجية لفترة من الزمن ثم بعد ذلك ممكن أن يقرر ويكملوا بالزواج الشرعي الرسمي أم لا البعض ينجح والبعض الآخر طبعاً يفشل الملاحظ بأن بعض الشباب كيعبروا على اختيارهم هالطريقة للأنترنت هروباً من القيود المجتمعية فكين بعض البلدان وبعض المجتمعات كتفرد قيود وعادات وتقاليد ربما شديدة على الفتيان والفتيات خصوصاً المرأة المرأة في بعض الأوساط كتلقى محاصرة أن دائرة الحرام ودائرة العيب ودائرة الحشومة قد تكون موسعة وبالتالي تشعر هي بضيق فتختار هذا الطريق لا أحد لا منشاف ولا منذري تتحول ما أمكن أنها تبحث عن نصيبها خصوصاً وأن في بعض المجتمعات كالقوى الناس ربما ظاهرة ظاهرة دير تأخر الزواج والظاهرة دير الفتيات لكي كبروا واحد سن سن معين وما زال لم تجد نصيبها فتتطر لاختيار شريك حياتها عن طريق هذه الوسيلة الناس إزاء هذه الطريقة المبتكرة أراء لهم أراء مختلفة هناك من يرى بأن هذه الطريقة الجديدة للإنترنت والتطبيقات المعاصرة لكي تسمى المساكنة والمواعدة هذه كلها مصطلحات وتقنيات غريبة عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي واردة من المجتمعات الغربية وطبعا كان عنصر التقليد كان الشباب اللي عندوا التقليد الأعمى يريدوا أن يقلد كل شيء فيختار هذه الوسيلة وينسى بأن الزواج في المجتمعات العربية والإسلامية يحكمه الأساس الديني المبني على القواعد والأعراف اللي هي في الأصل كتحمل قيم دينية وتقاليد الأباء والأجداد وفيها واحد من نوع من الاحترام وفيها واحد من نوع من القداسة الكثير من المتتبعين يتخوفون من هذا الزواج من الانترنت لماذا لأن قد يكون هناك صادقون ناس فيهم الصدق وناس فيهم النية ولكن هناك أشخاص عندهم فرصة للإحتيال قد يستعملون هذه الوسيلة للإحتيال على بنات الناس وربما قد يظهرون بأشكال مختلفة عن حقيقتهم هذا الذي يثير الكثير من المخاوف مخاوف بشأن الأسرة والمجتمع إلا مشينا في هذا الطريق بواحد السرعة مفرطة وكانت دائرة متسعة ربما نخشى عن وضعية الأسرة والمجتمع عادة المخاطر اللي كتكون في هذا المجال هو أن المساحة اللي كيوفر الانترنت كتكون مساحة واسعة للكلام فالإنسان يتكلم ويأخذ راحته وربما يشاهد الصور مباشرة عبر الأنترنت وقد يدخل هذا الأنترنت فضاءات غريبة وإحنا اللي عارفين هو أن الزواج كيكون أن الإسان يدخلوا من البيت لا يدخلوا عن طريق الحسب أو عبر مواقع الافتراضية فالتواصل عادة يكون بالطريقة المتعارفة عليها الخاطب يدخلوا من البيت ويكون واضح لكن المواقع الافتراضية قد تبقى دائما تحمل الكثير من المخاوف هنا السؤال الذي يطرح عند الكثير من المتتبعين هل هذه الطريقة التقليدية لكنا نعيشها مع الآباء والأجداد أيام زمان سوف تتغير في مجتمعنا هل أننا علينا أن نحافظ على الطريقة التقليدية أم لا بد أننا نواكب التطور ونساير المجتمع البعض يرى بأن المرحلة التي نعيشها الآن هي مرحلة تاريخية ينبغي أن نعيشها بطولها وعرضها فعصرنا هو عصر العولمة وعصر الانفتاح العمي لكن البعض الآخر يقول هذا العالم الذي يسمى سوشيال ميديا هذا معروف بأنه عالم في جانب كبير منه هو مزيف وفي الأصل هو ثقافة استهلاكية وربما قد يدعي البعض بأن هناك دول ترغب في السيطرة على عقول المجتمعات العربية والإسلامية وخلقت لهم هذه المواقع وجاءت على كل موقع على كل موقع هناك إنسان آلي يشتغل على مدار الأربع وعشر ساعة لكي لا يتعب ولا يشقى لكي يحقق الأهداف المنشودة هناك يجوا الناس أصحاب الضمائر يخافون على المجتمعات وعلى الشباب وكي يوصي دائما أننا ننفتح على الثقافات المعاصرة وعلى الانفتح الإعلامي عصر العلماء لكن هذا كله لا ينبغي أبدا أن يجعل شبابنا وأبنائنا ينسلخون عن القيم دي المجتمع وعن المؤسسات الدينية والأسرة والإعلام الوطني كلهم مسؤولين لأسرة أولا ثم المؤسسة الدينية ثم الإعلام ليس كل الإعلام الإعلام الوطني الإعلام لا عنده القيم لا بد أن يواكب عنده غير مسي عنده أهداف ربحية أو كسبية بقدر ما عنده أهداف فيها قيم ومبادئ المطلوب هو أننا نحصل على جيل معاصر معتدل جيل ليس يسعى نحو المنع الكلي وليس الانفتاح الكلي وإنما جيل معتدل يسير على الوسطية يأخذ ما فيه الخير ويترك ما فيه الشر دون أن يتخلى عن القيم الدينية والعادات والتقاليد الرفيعة التي هي موروطة عن الأباء والأجداد أولية تنبع من القيم الدينية لا شك أن هذا التوفيق بين الشباب والشابات من أجل الزواج هذا أمر ممدوح هذه الفكرة التي تقوم بها شبكات الأنترنت أنها كتدر مواقع للتعارف من أجل الزواج هذه طريقة ممدوحة وجميلة وربنا سبحانه وتعالى مدح كل من يسعى في الوسطة بين الخير قال لنا لا خير في كثير من نجواظهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الذي يصلح بين الناس والذي يسعى للتوفيق بين الشباب والشابات من أجل الزواج كل هذا من الأمور المطلوبة والممدوحة إلا أننا نواجه في الأنترنت كالقو ربما هناك المحادثة المباشرة هناك سمع الصوت هناك النظر إلى الفتاة وطبيعي النظر هو ليس ممنوع في الحديث النبوي الشريف قال لأنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدى ما بينكما إلا أن بعض الشباب والشابات ربما كيبدوا في استغلال هذا الوسيلة من أجل النظر والصوت والمحادثة إلى وقت متأخر من الليل عبر مواقع الدردشة وكل هذا ربما بدون ضوابط وبدون حدود مما قد يؤثر على مصداقية المسألة وفي الشريع الإسلامية الاجتماع بين خاطب المخطوبة من أجل التعارف يكون عادة بحضور الأولياء أو بحضور أحد المحارم وينصح أن المرأة إذا تكلمت مع الرجل من أجل التعارف لغاية الزواج أن تتكلم بكلام فيه احترام وفيه تقدير كما قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لكن في مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة كتدخل إلى الغرفة ديالها كتغلق عليها الباب كتطفي المصبح وكتشغل الجهاز الإلكتروني ديالها وكتتكلم مع من تريد وربما قد يراها بحالة معينة غير بستورة وقد يستغلها فيما بعد لأن هناك من يستغل الأخطاء بعض الأبرياء أو بعض السدج فيبدأ يستغلهم ماديا وربما يشهر بهم أو غير ذلك لأن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الشباب ربما يمشيوا لهذه المواقع خصوصا إما عندهم الفراغ عندهم الفراغ وإما عندهم الضغوطات القيود في الغالب من يشهر بشكل يمشي لهذه المواقع ويقلب فيها إما واحد الفئة عند قيود ممنوع حرام وعيب حشومة أو فئة ثانية عندهم الفراغ كل شيء مباح يعني يريد أن يكتشف فيلتقون تصور كل هؤلاء الآراء المتباعدة تلتقي في جب وحدة في مواقع التعارف في العالم الافتراضي ومن ثم تبدأ الدردشاو وتبدأ الكلام قد يكون صادق في الأول ولكن هناك العابتون وما أكثرهم عابتون يدخلون إلى ذي المواقع حتى هناك متزوجون هناك متزوجون ومتزوجات قد يليجون إلى هذه المواقع من أجل فقط الدردشاو وتمضية الوقت والتسلية لكن قد يؤدي إلى التعارف ومن ثم صرنا نسمع الكثير من قصص الخيانة الزوج يخون زوجته أو الزوجة تخون زوجها لكن ليس على وجه الحقيقة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي وصرنا نرى التعدد يقع سريعا في العالم الافتراضي كل هذا ربما قد يؤدي إلى إلى نتائج غير محمودة مما جعل المهتمين بالأسرة والمجتمع يدقون نقوس الخطر ويتخوفون من هذه استغلال هذه الوسائل من غير ضوابط حقيقة أن هناك من يسعى لزواج شريف هناك من يسعى فعلا للبحث عن نصفه الآخر لكن هناك أيضا البعض الآخر يسعى لتمضية الوقت أو للعبت أو للإغواء أو للسيطرة وتارة للإفتخار والتمضية الوقت هذه الطريقة التي تخلي الرجال مع النساء تتوصلوا بكل أريحية وربما بدون الضوابط قد تكون سببا في الاستدراج للشيطان هناك إبليس ما خال رجل بمرأة إلا كان الشيطان تارثهما ثم هناك الحبائل التي يقع فيها الإنسان ورأينا الكثير من الفتيات العفيفات وقعنا وقعنا في الشباك بعض الرجال والعكس رأينا كم من رجال لهم مستقيمين وقعوا في الشباك نساء لهم يقتنسنا الرجال لعندهم الأموال لعندهم القدرات وكان ذلك سببا في الإنحلال الخلقي بين الكثير من الأوسط لهذا كنقول بأن هذا الشبكة للإنترنت هي سلاح دو حدين ممكن أن تكون فيها الفائدة وممكن أن تكون غير ديد فائدة خصوصا أن أن بعض الرجال والنساء يتسرب إلى قلوبهم الشك المرض الخطير لكن عند الأزواج والزوجات لوسائل في مجتمعاتنا وربما نسمع مكالمات ودلقوا بأن الكثير من الأزواج والزوجات عندهم مشكل الشك يشك في شريكه لماذا لأن هذا الرجل المرأة اللي تعرف بعضيتهم عن طريق الأنترنت إذا كتب لهما الزواج فربما يقول هذه المرأة كما كانت تحادث على الشبكة دون تورع ممكن أنها حدثت قبل الكثير وسوف تحدث بعد الكثير كذلك المرأة قد قل هذا الرجل اللي كان جري وتكلم معي بطريقة فيها حرية كبيرة رأى ممكن من غير أنا تكلم عن الأخريات فكي بده الشك يتسرب إلى دهن الرجل والمرأة ومن ثم يصبح واحد نوع من عدم عدم الارتياح كان غلقن لكل بناتنا وأخواتنا ولشبابنا بأن الشرف هو شيء رفيع والفتيات رسمة لهم هو العفة والحياء المرأة يبغي أن تحضر قد يستدرج أحد للمواقع التواصل الاجتماعي قد يدخل معها في حوارات ربما عاطفية جدا وحميمية قد يسجل صوتها قد يأخذ صورها وقد يجعل ذلك مادة للابتزاز والتخويف وهذا كثير رأيناه في المحاكم شح المل الفتاة صادقة ومن ثم الناس ولكنها مسكنة بريئة خطرحت في الكلام كشفت عن بعض محاسينها لكن الآخر سجل صوتها بل وسجل صورتها وصار يبتزها ويخوفها وعائلات وقع عليهم الكثير من الضمار والخراب ورأينا بعد الفتاة ربما جاء حاولنا الانتحار خوفا من الفضيحة اللي كان بغل نوص به بناتنا وأبنائنا أن قضية الزواج هو ره ره اختيار ولكن هو قضاء وقدر ربنا عز وجل يقدر لكل واحد من الرجال والنساء نصيبه في الحياة والطريقة بش ربي عز وجل يعطينا الخير اللي كانت منه هو فقط أن الإنسان يحرص على التقى التقى كلما كان الإنسان متقي هذا هو المقود الأساس وهو البوصلة لطريق النجاح التقى خليك دائما تقي خليك دائما نقي ولا تخشى غضر الزمان فربنا عز وجل يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إنسان دائما يكون متقي لله ومن يبغي يأخذ واحد خطوة ما يبقى يحسب كثيرا وإنما يتوكل على ربه يتوكل ربه الحسابات ربما قد قد تخرجك أحيانا وأحيانا قد لا تخرجك ولكن التوكل الصادق على الله تعالى عندك اليقين بأنك ستخرج إلى المخرج السليم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن الله بالغ أمره قد جعل كل شيء قدرا كل شيء مقدر فالزواج مقدر لا يمغل الإنسان أن يقلق ويستعمل أي وسيلة حرام أو حلال غاية فقط أن يصل إلى المطلوب ولكن دائما يعلم بأن هناك رب يحاسب ويراقب وهناك رب يعطي ويرزق ويوسع ومن تم الزوج الصالح سوف يسوق له الله المرأة الصالحة والمرأة الصالحة ربي عز وجل سوف يسوق لها الزوج الصالح وهذا تكون فقط بالإنسان أنه يبقى يعمل صالحا من أراد الزوج الصالح عليه أن يعمل صالحا ومن أراد الزوج الصالح عليه أن تعمل صالحا هذه القاعدة العامة المذكورة في القرآن العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سؤالنا إليكم أيها الأحباب الكرام وهو مسألة الزواج عبر الأنترنت في رأيكم هل هو أمر محمود أم أمر مرفوض هل هو مقبول اجتماعيا أم أن فيه المخاوف والمحادير تجعلنا نتخوف منه وهل إجباري أن نبقى في المسألة التقليدية كما كان أمهاتنا وجدتنا كانت عندهم القابلة المرأة اللي هي الدور ديالها أو الخاطبة الدور ديالها أنها كتنتلقى الملدار دار وكتنمشي الأوساط اللي فيها النساء الحمامات البلدية وكتنمشي الأعراس وكتنمشي أي تجمع في النساء وكتلحظ وكتشوف وكترشم هذه فلانا هذه فلانا وكتجي تعود تقولها الآخرين وكتزكيها وكتجملها وكتطيبها وتكون هي الوساطة في فزوجها شركة أيام زمان وغيره قريب منه لكن هل دروري أن يبقى هذه الأمور أليست الحياة هي متطورة أليست الحياة فيها فيها الكثير من الجديد ألا ينبغي لنا المواكبة لنظام العولمة أو ينبغي أن نبقى دائما في إطار الماضي أم أننا ينبغي أن نوازم ما بين الأضرار وما بين المحاسن ونأخذ ما فيه الخير لنا ونترك ما فيه الشر لنا الكلمة لكم مستمعية الأفاضل أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الغاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا